رجل فقير يعمل عامل نظافة تمنى وهو صغير أن يلتحق بالمدرسة ويحظى بقدر من التعليم ولكن لظروف أسرته لم يلتحق بالمدرسة وتعلم القراءة والكتابة باجتهاده كما حفظ أجزاء كثيرة من القرآن وبعد زواجه رزق بطفلة جميلة وبعد عامين رزق بطفلة أخرى فخشيت زوجته أن يكون قد حزن لإنجابها البنات فابتسم وقال لها أنا لست جاهلا وأحفظ الكثير من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة وقد تأثرت قبل زواجي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من سعته وطاقته كنا له حجابا من النار يوم القيامة لذلك أحب طفلتاي وأتمنى ثالثة لم يخبر هذا العامل المجتهد ابنتيه عن وظيفته حيث لم يردهما يوما أن يشعر بالخجل بسببه أو ينظر الناس إليهما باحتقار كما يفعلوا معه ويهينوه دائما بل أرادهما يقفان أمام الناس بكل كرامة واعتزاز وكلما سألته إحداهما عن عمله كان يخبرها أنه مجرد عامل يدوي وكان قبل أن يعود لمنزله يوميا يستحم في أحد الحمامات العامة حتى لا تعرف ابنتاه ماذا كان يفعل مرت الأيام ورزق العامل بالابنة الثالثة ففرح بها كثيرا وقرر إرسالهن للمدارس التي حنو بها وحرم نفسه من الملابس والطعام الشهي وكل المتع من أجل تعليمهن وبعد أعوام وفي اليوم السابق لموعد تقديم ابنته الكبرى للجامعة لم يتمكن من توفير رسوم قبول جامعتها ولم يستطع العمل في ذلك اليوم حيث جرس حزينا بجوار القمامة محاولا أن يخفي دموعه فنظر إليه زملائه ولكن لم يقترب منه أي منهم أو حاول الكلام معه لقد شعر بأنه فشل في تحقيق حلم ابنته بدخول الجامعة وانكسر قلبه ولا يعلم كيف سيواجه ابنته اليوم وكيف سيجيبها عندما تسأله عن تلك النقود بمجرد دخوله المنزل فدخل أحد المساجد وصلى ركعتين ودع الله كثيرا وقال يا رب لقد ولدت فقيرا وحاول الناس إقناعي بأنه لا يمكن لشيء جيد أن يحدث لفقير وخصوصا كحالتي ولكنني لم أقتنع وقلت لهم أن كل شيء بيد الله وهو وحده من يقول للشيء كن فيكون فيا رب لا تخزني في بناتي وساعدني في تحقيق أحلامهن وبعد خروجه من المسجد وجد زملاءه ينتظرونه وسألوه هل تعتبرنا إخوة لك؟ وقبل أن يجيبهم وجدهم يعطونه أجر عملهم الأسبوعي وعندما حاول الرفض قالوا له سنجوع أسبوعا إذا تطلب الأمر لكن لا بد أن تذهب ابنتنا إلى الجامعة إن همر العامل في البكاء ولم يستطع الرفض وفي ذلك اليوم لم يذهب إلى الحمام للاستحمام كعادته قبل العودة إلى المنزل لقد نسي من فرحته ورجع متسخا وفوجئ ببناته يسرعن إليه ويقبلنه بكل حب واحترام وتمر الأعوام وتتخرج ابنته من الجامعة وتعين معيدة وابنتاه الأخريان لديهما منح جامعية مجانية والثلاثة لم يسمحن له بالذهاب للعمل وتكفلن بالمصاريف وقد أخذته ابنته الكبرى لعمله القديم وقامت بتقديم الطعام لكافة زملائه القدامى وعندما سألها أحدهم لماذا تقدمين لنا كل هذا الطعام قالت له جميعكم جعت أسبوعا بأكمله حتى أصبح ما أنا عليه الآن فأدعو الله أن أتمكن من إطعامكم جميعا كل يوم ابتسم الأب وقال لزملائه الآن لم أعد أشعر بالفقر فكيف أكون فقيرا وأنا أمتلك بنات كهؤلاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر